تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في جولي سريعة بعد اليوم الأول من البريميري طبعا مش هيكون شيء يومي بس خلين نحكي اليوم خاص جدا لأنه اليوم بدأ في الدور الإنجليزي عندي أربع نقاط بدي أحكيهم النقطة الأولى تتعلق بأرسينال اللي شفناه شفنا فريق واضح المعالم شفنا فريق واضح الأفكار واضح الإنسيابية في اللعب واضح الشكل على أرض الملعب بس لازم نأكد أنه فولهم مش هو الفريق اللي مينجيس عليه مباراة أولى كل شيء ممكن تشوفه منها ممكن تشوفه فريق صاروخي بعدين ما يعمل شيء وفريق سيء وبعدين نفوز باللقب فولهم مش الاختبار لكن شفنا نقاط إيجابية كتير جابرييل المدافع اللي عليه أمل كبير أنه يحسن عيوب الدفاع الكبيرة في أرسينال شفناه في أكثر بالموقف مدافع جيد جدا بغض النظر عن الهدف اللي يسجله شفنا أوباميانج مرتاح بالعب بأريحية بالعب بسعادة شفنا لكزيت بصرح بعد ذلك بيقول أنا مرتاح ما بعرف من ما بجيبه أخبار إن ما بدي أضل وأيضا شفنا لعب خبرته ظهرت في أرض الملعب خبرته ظهر حاجة أرسينال إلها شفنا وليان اللي بيعرف يأخذ القرار الصح بالوقت الصح اللي بيعرف يتمركز الصح اللي بيعرف شو لازم يعمل في كثير مواقف واللي بيلعب بهدوء في أرض الملعب وأهم أيضا إننا شفنا خيارات في الدكة بتقارب مستوى الأساسيين أرسينال ربما لسه بعيد إنه جيب اللقب بس أرسينال هادا عم بياخد خطبة وخلينا نشوف نهايتها بس بداية جيدة ومطمئنة ننتقل لفريق آخر أيضا بدأ بالشكل المطلوب حقق ثلاث نقاط هاتريك مميز لمحمد صلاح محمد صلاح اللي قاد ليفربول بفوز أربعة ثلاثة أحليت زيونايتر طبعا بكل الأحوال وبالمنطق بنتكلم دائما ليفربول مرشح للفوز باللغب لما نرجع لتاريخ الفرق اللي حافظت على الدور الإنجليزي وهذا شي صعب جدا نتحافظ على الدور الإنجليزي سنتين وربعات كلهم بالموسم الحفاظ على اللقب جابوا لاعب أعطاهم فكرة جديدة يعني مان سيتي اللي هو آخر من حافظ على اللقب جاب رياض محرز اللي قدر يساعده قبليها مان يونايدت كان جاب برباتوف اللي سجل تسع أهداف وصناعة 11 في البرمير ليج في موسم الحفاظ على اللقب 2008-2009 وقبلها تشيلسي اللي في موسم حفاظه على اللقب 2005-2006 كان عم بيجيب لاعب فرقي كثير معه في خط الوسط اللي هو إسيان ليفربول اللي شافوا اليوم شافوا بالدرع شافوا بكثير مباريات في الفترة الأخيرة تحسوا بيشبه ليفربول ما في شي جديد ما في فكرة جديدة بالفريق نفس الفريق آه فريق كرته قوية فلسفته الكروية قوية لاعبته الأساسيين ممتازين بس لما يتعودوا عليك خصومك بصيروا يقدر يخطف منك نقطة من هون ونقطة من هون ونقطة من هون ويخليك ما تقدر تفوز باللقب ليفربول عشان يجيب اللقب ما بتكلم عن منافسي أنا ربما بوثقة أكتر في كلوب الآن ما يقدر يخلي اللاعبين بحدة تنافسية حتى لو بس عنده 11 لعب بس نتكلم عن فكرة في أرض الملعب فكرة جديدة أمام المنافسين الفريق محتاج لعب بخط الوسط أو خط الهجوم يعطيه فكرة جديدة أمام منافسينه الموجودين حتى الآن ما عندهم مش هاد الفكرة صعب أشوف ليفربول بيحافظ على اللقب بدون هاد الفكرة إلا إذا كان عنده كلوب أفكار هو نفسه يعتقد قادر يطبقها ويخلقها في أرض الملعب في أيضا نقطتين شفناهم اليوم خلال المباريات عامة بشكل عام يعني مش بس المباريات اللي حكيت عنهم أول شي عجبني أني شفت مثلا مباراة ساو ثامتن وكريستال بلس بفترات طويلة منهم كانوا عم بلعبوا الاثنين بأربعة أربعة أثنين ضد أربعة أثنين قبلها كنا شفين أرسنال بلعب بثلاثة أربعة أثلاث بعدين شفنا ليفربول لعب أربعة أثلاث ثلاث وشفنا ليتزينات بلعب أربعة واحد أربعة واحد تنوع كبير جدا تنوع مختلف عم بصير في إنجلترا هذا تنوع مش بس بأشكال الفريق منعرف مش بس كل شي شكل فريق أيضا تنوع بالفلسفات في كثير فرق تلعب على أسلوب إنها بيت استحوذ في كثير فرق تلعب بأسلوب فيه طبعا استحواذ وضغط عكسي ملموس في فرق والله بتلقاها بالدافع زي كريستال برس بيحبي ما يكون معاه الكرة تنوع الفلسفات وتنوع التكتيك اللي عم بصير في إنجلترا غريب غريب ومش موجودة لعين بمعظم الدوريات الأخرى وأعتقد هذا ناجم تماما أنه فعلا المنافسة والبقاء في البرمير ليج وأنك تكون حتى من التوب تن مش بس من التوب فور صار صعب جدا في إنجلترا وهذا حيفيد الدوري وحيفيد فرقهم الكبرى أنها تطلع على أوروبا متعددة الأفكار ومتعددة الاعتياد على أفكار مختلفة شيء إيجابي بتعيشوا إنجلترا من ناحية الفكر الكروي نرجع نحكي زمان كنا نتكلم ليش إنجلترا اختفت من أوروبا كانت المشكلة الأساسية بالفكر اللي موجود الآن الفكرة هادة تطور جابوا مدربين من كل مكان رفعوا هذا المستوى بشكل ملموس أما النقطة الرابعة اليوم كنت عم بدور على قوائم كل الفرق ومنهم اللي شفناهم بعضهم اليوم في فرق فعلا مستوى جودتها على الورق لا مش موجود وفي فرق كثير بعدي عنهم وهنا برجع أحكي فيه شغلتين ممكن يصيروا الشغل الأولى ممكن نشوف طبعا جدولين اعتبتين وآخر عشرة وممكن نشوف الفريق رقم 11 أو 12 يضل خايف يهبط لآخر أربع جولات نتيجة هذا الفرق الواضح الآن صار في الجودة وفيه شي تاني ممكن يصير فريق زي ويلفر هامتون مثلا أو إيفرتون مثلا نتيجة إنه فيه فرق كثير جودتها قليلة هو ممكن يقدر ياخذ منها عدد نقاط كبير وبالتالي ممكن يضغط على منافسة دور الأبطال لآخر لحظة فمش غريب نشوف مفاجأة إنه فرق من الفرق كفلستر السن الماضي يضل يضغط لآخر جولة مش غريب نشوف فريق أو فريقين أيضا مرة ثانية بيضغطوا عن الكبار التقليديين ويحاول ياخذوا منهم بطاقة مش بس لأنه الفرق اشتهدت زي ويلفر هامتون اشترى لعبين أو إيفرتون حسن خط وسطه لا لأنه أيضا فيه فرق جودة فيه صف كبير من هذا الفرق فيه فرق عن جد ما عندها تلك الجودة اللي بتلقن سلوب البرميرليج الحديد سلوب الكرة وتاع البرميرليج الحديد فمش هستغرب نشوف هذه المفاجأة رغم إنه على الورق تيجي تقول والله الأربعة بدي يكون واحد من الستة اللي بنعرفهم إحنا لكن مش هنستغرب نشوف فيه مفاجأة وضغط كبير نتيجة ذلك بنوصل النيت هذا الفيديو بذكركم تشاركوا بقناة سلوب سبورت في يوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله